السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المهندس علاء الدين الإردواز الفدي للتكييف الفيديو التوضيحي لتوريد وتركيب أنظمة التكييف الليسبلت بمشروع فيلا جيزان طبعا المقاول العام مؤسسة الجودي الحديثة للمقاولات العامة هو من قام بأعمال التشطيبات بشكل كامل تشطيب المباني وتصميم وتنفيذ أعمال الدكور فتم الانتهاء من تركيب أنظمة التكييف الليسبلت طبعا مركة جري انفيرتر طبعا تم تركيب السرمستات رموت كنترول ما شاء الله تبارك الله طبعا مكيفات مركة جري انفيرتر واي فاي تعمل بخاصية التحكم عن بعد عن طريق خاصية الواي فاي طبعا في بداية المشروعة تم التأسيس للمواصير النحاسية ومواصير صرف التكييف لكي نحصل على المنظر الجمالي زي ما احنا شايفين بنكون حرصين انه المكيف يكون سنتر الغرفة وبيكون في مسافة ما بين الجيبسون بورد و المكيف طبعا في البداية بنصك مع المالك ومع مهندس الدكور شركة الدكور طبعا مؤسسة الجودي الحديثة بقيادة المهندس محمد أبل عطا تم التنسيق وارتفاعات الجيبسون بورد بالكامل لكي نحصل على انه يكون في مسافة ما بين الجيبسون بورد و المكيف اقل شيء من 15 الى 20 سنتي على اساس الرجع للمكيفات طبعا هنا بالنسبة لجزء الصالة تم تركيب عدد اثنين مكيف قدرة كل مكيف اثنين طن تبريد 24 واحدة حرارية بريطنية طبعا بالنسبة برضو للسرمستاد كذلك يتحط بمنظر جمالي مع المفاتيح هنا كذلك بالنسبة بالنسبة لكيتشن تم تركيب مكيف خاص به الكيتشن ومكيف صغير خاص به السطور مكيفات طبعا كلها واي فاي فطبعا المكيفات اللي سبلت لابد أن تتم بشكل جيد وبشكل التأسيس يتم بشكل جيد جدا ويتم عمل اختبارات للمواصير النحاسية لكي نتأكد من عدم وجود تسريب على الإطلاق أيضا هنا بالنسبة للصالة العلوية كذلك مكيف السبلت واي فاي بالنسبة للصالة ركبنا مكيف 3 طن أيضا بالنسبة للغرف فطبعا أي عميل يقبل على تركيب المكيفات اللي سبلت لابد من تأسيس بشكل جيد للمواصير النحاسية ومواصير الصرف والتنسيق مع الكهرباء والسباك وتوجههم بعزل المصورة الداخلية الخاصة بمواصير الصرف وتركيب أسلاك الكهرباء المكيف 6 ملي مع القواطع الخاصة بالمكيفات في الحالة دي نضمن أن المكيفات تتم على أعلى مستوى بيتم التنسيق بشكل جيد زي ما احنا شايفين المكيف بيجي سنتر الدكول بشكل جيد جدا وبالنسبة للوحدات الخارجية تم تركبها بالشكل ده بالجزء الخلفي من المبنى زي ما احنا شايفين على ارتفاع واحد حتى الخاصة بيه الأدوار العلوية تم تركبها بيه على خط واحد لكي نحصل على المنظر الجمالي بشكل جيد جدا وعشان تكون سهلة السيانة والتشغيل فيما بعد